نحن نروح لتشكيل النادي الأهل النهاردة اللي يبتدي في عراس مرامة الشناوي خلادي عبد الفتاح ياسر إبراهيم رامي ربيعة يحيى عطيته الله مروان وقفشة وأكرم وطاهر وكهرباء وحسين الشحات من الواضح من تشكيل كولر أنه هو بيحترم النهاردة السادة بالجاه ما في الشك يعني أكيد كل المباريات كولر بيحترم الخصم أيا كان الخصم خاصة المباريات الكبيرة ما في الشك لكن واضح فيه فليكسبل شوية في عملية التشكيل يعني ممكن يقدر كنا بنتكلمين قبل الهواء أربعة تلاتة تلاتة المتعودين عليها يبقى مروان هو رقم ستة على يمين وهيكون أكرم توفيق وعلى شمال وأفشة ممكن تتلعب كده بيديك شكل هجومي أكتر شوية والحالة لو لقينا الحالة في شوية خلل في نص الملعب لا يبقى سهل جدا تلعب أربعة اتنين تلاتة واحد يبقى مروان وأكرم توفيق كأتنين ستة وقدامهم أفشة كعاشرة فتلعب أربعة اتنين تلاتة واحد العملية دي فليكسبول في الملعب أنه ممكن جدا أنا في اعتقاد الشخص البداية أربعة تلاتة تلاتة هيبقى طبيعي طبعا خليد عبد الفتاح أدى مباراة جيدة المباراة اللي فاتت فبالتالي وجوده تاني في الملعب كباكيمين لا بأس به كان عمر كمال بيأديها بشكل أو بآخر مرضاش أو أكرم توفيقا بيأديها فلا أنا ممكن جدا على حساب كوكا دخل أكرم في نص الملعب علشان نعمل الجزئي دي أكرم بيتحرك كويس قوي لأنه بيلعب كيمين فهتلاقيه حتى في النواحي الهجومية مايل شوية مع طاهر فممكن يعمل جبهة كويسة مع طاهر لو ما تقدمش خالد لأن خالد الشكل الهجومه التاعه قليل شوية خالد عبد الفتاح ما بيلعب كيمين دفاعيا أفضل من الهجومية فدي ممكن تكون على حساب النواحي الهجومية لنادي الأهلي إن أكرم مع طاهر يكون الجبهة الهجومية مع خالد يثبت شوية في الحالات الدفاعية وجود أفشا من بداية المباراة أنا شايف إنه الجزء مهم جدا أفشا كان دايما الفترات الأخيرة بيأخذ آخر ربع ساعة النهاردة بيلعب هو الجزء المهم جدا جدا في عمليتين عملية الاستحواز إنك فوقات المقاوات تستحوز بشكل جيد هو اللعيب يمكن أحسن مهاريا واحد في نص الملعب مقارنة مثلا مروان هارد وورك كويس بيقطع ويسلم كذلك أكرم المختلف شوية عنهم أفشا بيريح إمام عشور شوية وارد جدا إنه هو ممكن يكون إمام في الفترات اللي فاتت ما بيديش بالشكل الكويس فلا إنت ممكن إمام طاعد شوية ويدي فرصة الأفشا وده مطلوب في أجزاء كتيرة جدا من الموسم إنه لما بيلاقي لعيب مش واقف على الرجل كويس يا عندنا حد لا يبقى شكور هل ممكن تقولها أرصة ودن ولا تقولها مثلا ما بديش موفق الفترة دي فبدي أفشا المجتهد عشان أخلق جو من التنافس هو ده هو ده إحنا دايما بنقول إنه لما يكون عندك سكواد في كل مركز فيه اتنين كويسين بيبقى فيه عملية المنافسة الشديدة جدا جدا وبالتالي ده لمصلحة الفرق أو مصلحة اللعيب نفسه إنه دايما شدد نفسه بشكل كويس فالنهارده وجود أفشا من بداية المباراة أنا شايفه شيء إجابي إن شاء الله يعمل شكل جيد بالنسبة طبعا للشكل الهجومي المتعودين عليه طاهر نحتليمين كهرباء وأنا شايف كمان كهرباء كويس أو أنه يبدأ بتاني يعني كان بعض الناس بتقول طب ما ممكن جدا طاهر يخش كراس حربة ويلعب ببيرستاو لكن وجود كهرباء راس حربة بيدي ثقة لكهرباء إن أنا معتمد عليك مع وجود إصابة لوسام لا كهرباء أنت موجود بنعتمد عليك يشد نفسه كويس أو فرصة كويسة جدا جدا لكهرباء إنه يرجع تاني للفورمة اللي هو عايشها طبعا حسين وطاهر ما شاء الله الاتنين بيقوموا بأدوار هجومية ودفعية بشكل رائع تمام كابتن عماد عودة للسونية قلب الدفاع رامي ربيع وياسر إبراهيم شوفنا الفترة اللي فاتت بعض الإصابات كانت عند ياسر إبراهيم تم استبعاده دخل خالد عبد الفتاح لعب في حتة قلب الدفاع النهاردة السلسي موجود رامي ربيع وياسر إبراهيم اتنين قلب الدفاع وخالد عبد الفتاح النهاردة الراجل شكله يعني عنده ثقة كبيرة في خالد عبد الفتاح فالنهاردة بيلعب بكري طبيعة هسامة انت بتدور على التفاهم والتجانس اللي ما بين الاتنين الاتصابات أصعب شيء عند المدرب لما بيغيب عنك الخط الخلفي بالكامل نحن غاب رامي غاب ياسر خالد عمل حل يوسف أيمن كان موجود في وقت عمل حل أشرف داري حتى لو خمس داية برضو كان عمل لك حلول لكن الصعب ان انت ميباش فيه الاتنين اللي عندهم التفاهم والتجانس أكتر مع بعض وتبع حس ان هما الاتنين دول في أي مباراة هما دايما الارب للعب ياسر مع عرامي خالد أداؤه مع غياب عمر كمال للإصابة وأداؤه في المباراة بشوف ان الرائل هنا حط مبدأ ان المسواف الظلم عادل لا انا مش عايز أظلم انا بدي لك حقك ان انت تلعب انت قديت كويس في الباكرايت دا مكانه الأساسي عشان برضو الناس لما يخش حل في المساك لا هو دا مكانه الأساسي هو الباكرايت هو مش مكان أكرم هو مفروض محمد هاني هاني مش موجود للإصابة أكرم حل في المكان دا وعدم مثلا جهازية خالد أو الرائل عنده ثقة أكتر فأكرم وكمان فكوكة في نص المرع فكل الكلام دا بالنسبة للمدرب هي بكلام مريح لما يكون الجهازية عنده معظم اللعبين عشان كده كنت بكلمك على التمن مباريات اللي تلعبوا هل هي مبارات كافية بالنسبة للجهاز الفن أو لمسا الكولر إنه شاف أكبر عدد جهازية للعيبة خاصة ان انت داخل عالم ضغط مباريات هتحتاج في كل اللعيب كلمت على إمام كلمنا على كهرابا كلمنا على غياب وسام كلمنا على تقلق طهرب لكده في الماتشاط كلمنا على تقلق الشحات محتاج لأفشة دا إنات برضو تكلم على أفشة أنه هو البديل اللي بينزل النهار دا هو اللي بيبتدي وهيساعدك في طريق اللعب سواء هتلعب 4-3-3 أو تلعب 4-2-3-1 لكن هرجع برضو لرامي وياسر هم الأفضل من بعد سنائية رامي وعب منع النهار دا أنت بتدور على السنائية اللي تريحك في قلب الدفاع اللي تريحك في الخروج بالكورة اللي تريحك في المواقف الدفاعية وكمان اللي اتنين عندهم ميزة اللي هو قائد رامي كواحد من كبات الفريق مع وجود ياسر بتمنى له إن شاء الله النهار دا التوفيق ويرجعونا تاني يعني الكورة كويسة وهبت المدافعين في النادي الأهلية تمام جلبرتو لما نتكلم عن خط الظهر روح نسف خط الظهر من بتور رامي ربيعة ياسر إبراهيم خالد الفتاح التلاتة عندهم صبغة دفاعية أكتر نهار دا إذن هنقول يحيى عطية الله هو المفتاح الهجومي للنادي الأهلي أو النهار دا هجوم النادي الأهلي يكون أكتر من ناحية الشمال يعني طبعا بطبيعة إن كمان موجود حسين الشحات وهي السنائية اللي دايما كانت حتى علي معلول موجود أو دلوقتي يحيى عطية الله هي دي الحتة برضو اللي فيها المهارة أكتر يعني زي مكباتك كانوا بيتكلموا على فكرة المهارة والتنوع هنا الجبهة الشمال دي هي اللي فيها السرعات ومهارة حلول حسين الشحات لما بيكسر ممكن يلعب بيمينه أو بيشوت على المرمى نفس الأمر يجري يحيى عطية الله لما ياخد الاسبرينت بتاعه وكمان يحيى عطية الله من اللعيبة المميزة جدا في الكروسنج بيعملها بشكل مميز جدا بتتعب أي دفاع فالنهار دا حل مهم جدا يكون عنده صلاحية النهاردة للهجوم زي ما بنشوف علي معلول دائما علي معلول جناح طاير طول المباراة نهاردة ممكن يدي له أفضلية أن يخذع فتاح النهارة التانية وقيف أكتر أو بيعمل دور الدفاعي أكتر ويكون هو المفتاح للهجوم الندلاني بالضبط وده خلي بالك ظهر كمان في أكتر من مباراة تحديدا مثلا بنتكلم على مباراة جورماهية اللي هي ممكن نقول إن هي الشبه شوية دي مع اختلاف طبعا أكيد استاد مالي أفضل كمستوى لكن كنا بنشوف حتى من ناحية عطاية طلاقة مش بس بياخد الطرف لا دا كمان بيبقى لي دور نوا بيبقى موجود كده في العمق حتى فيه جون اللي كان مع أعتقده وسامة أبو علي كان هو في العمق وعمل داخل منطقة الجزاء وعمل الكروس الأرضي لوسامة أبو علي فالنهاردة هي في الماتشاطة الزيدي بيبقى حلول كويسة أن انت لما لعيه بيبقى عنده أكتر من خاصيا هو الطرف موجود وبيعمل الكروس كمان هو لو موجود بيخش معك في العمق وبيعمل أن انت مثلا حسين الشحات هو اللي ياخد الطرف دا وهو اللي يبني فهنا دي النهاردة انت بتبني حلول وفي نفس الوقت ممكن خلي بالك بالطريقة دي انت تخلي مثلا طاهر لو بنتكلم أن خالد مثلا مش هيهاجم كتير بس في وجود أكرم زي ما كابتن هاني قال أن أكرم ممكن يميل شوية نحية اليمين بما أنه لعب كباك في الفترة اللي فاتت فالنهاردة تخلي طاهر يخش شوية في العمق فيزود في منطقة الجزائي بهو وكهرباء اتنين موجودين في منطقة الجزائي يعملوا الزيادة فالنهاردة فكرة عمق السكواب بتاع النادي الأهلي إن هو دايما لازم يبقى متجدد ودايما لازم يبقى فيه اللعيبة اللي هي بتعمل أكتر من مركز يعني عن وجهة نظري خلد عبد الفتاح أفشة طاهر كهرباء هو زي كده برضو كابتن عماد قال هي رسالة من كولر اللي بيكتهد معايا في التمرين بالضبط كده أو اللي بيكتهد معايا كمان في المباريات مش شرط انت هتبقى ملتزم بدور معين لأ انت النهاردة خالد قدى في شكل كويس ومركز المساك طب المساك الأساسي رجع هرجعك باك يمين واستغل لعيب الباك يمين رجعه نص الملعب فالنهاردة ده التنوع والعمق اللي دايما حتى بنتكلم لازم يبقى متجدد إنه دي الأهلي ليه حتى هو بيكسب مباريات كتير وبطولات كتير هتلاقيه دايما بيباص لازم أدعم لازم أدعم لأن دايما لازم السكواد بتاعك يبقى فيه العمق ده يبقى فيه التنوع ده عشان خاطر انت النهاردة في الملعب عايز تلعب 4-3-3 تمام عايز تقلب 4-2-3-1 انت جاهز اللعيبة نفسها التنوع موجود والمنافسة اللعيب اللي بيلاقي إنه مركزه ما فيهوش منافسة هو بيرايع فالنهاردة طول ما فيهو نفسة طول ما دي بتدي أفضلين لنا دي الأهل